صاحب السموه شيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نايب القايد الأعلى للقوات المسلحة قدم واجب العذاف في الشهيد خالد محمد جديد الشحي الذي استشهد أثناء تاديته واجبه الوطنية ضمن القوات المشاركة في عملية عادة الأمل في اليمن الشقيقة مع قوات التحالف العربية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وعبر سموه خلال زيارته اليوم لمجلس العذاف في منطقة قدفع بالفجيرة عن خالص تعازيه وصادقه مواساته لأسرة وذوي الشهيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته وأن يسكنه منازل صديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان والتقى صاحب السموه شيخ محمد بن زايد آل انهيان أسرة الشهيد وذويه وتبادل الحادث معهم واصفا سموه شهداء الأبرار بأنهم رموز فخر رفعوا هامات عاليا بما تحل به من مروة وشجاعة نادرة وقال سموه مواقف الشهدين زادتنا فخرا وعزة بما جسدوه من معاني عظيمة في التضحية والفداء والعزيمة على المضي بثبات نحو زرع الخير ونصرة للشقاء وضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوية